قرار من مجلس النواب الليبي بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 حضروا الجلسة بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد دبيبا المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق وفي تصريحات الاسكاي نيوز عربية أكد أن حكومة دبيبا ستواصل تسيير الأعمال حتى الموعد المقرر للانتخابات في ديسمبر فما الذي تؤشره هذه الخطوة وما مستقبل الحل السياسي في ليبيا؟ بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 حضروا جلسة مجلس النواب الليبي يقرر المجلس سحب الثقة من حكومة عبد الحميد دبيبا المجلس النواب يمارس الفصاة ووفا للقانون ومثل ما أكدت حكومة تستمر في قرار مجلس النواب اليوم الذي تم بسحة الثقة تستمر في تصريح الأعمال وتسيير الأعمال اليومية إلى غاية الانتخابات وهذا هو الهدف من الأساس الذي أنشئت من أجل الحكومة لن يكون هناك تأثير على الانتخابات أو غير ذلك تستمر الحكومة في تصريح أعمالها اليومية المجلس قرر أيضاً تشكيل لجنة برلمانية لتحقيق مع الحكومة بشأن عدد من الملفات منها لإنفاق خلال الفترة الأخيرة لكن دبيبا دفع في جلسة الاستجواب عن أداء حكومته مشيراً إلى أنها تعمل في ظل صعوبات عدة منها عدم اعتماد مشروع الميزانية العامة في المقابل يرفض المجلس الأعلى للدولة قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة مؤكداً أنه إجراء باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي إذ أنه وفقاً لذلك فإن لجنة الحوار الوطني الليبية وحدها المنوطة بهذا الإجراء وكانت اللجنة المكونة من 75 شخصاً برعاية الأمم المتحدة قد انتخبت في فبراير الماضي مجلساً رئاسياً برئاسة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة وأعلن حينها أن الهدف الرئيسي لهذا المجلس هو تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل لكن في ظل هذه التطورات تتصدر الخلافات المشهد السياسي الليبي ما يثير المخاوف بشأن إنجاح خارطة الطريق السياسية مع اقتراب الانتخابات إذ تسعى أطراف عدة من بينها تنظيم الإخوان لعدم إجرائها في موعدها المقرر هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تصويت مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وأكدت البعثة أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال الانتخابات وأضف البيان أن تركيز الحكومة الليبية الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حسين الشارف ومن طرابلس المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شبار مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور حسين لنتحدث عن القلق الذي تبديه بعثة الأمم المتحدة من قرار مجلس النواب ومجلس الدولة أيضا يقول بأنه لا يحق لمجلس النواب اتخاذ هذا القرار وإنما لجنة الحوار السياسي هي المنوطة بها اتخاذ هكذا قرار كيف تنظر لكل ردود الأفعال هذه نعم بداية مساء خير عليك وعلى ضيفة كريم وعلى كل سادة ومشاهدين الكرام حقيقة تفاجأنا نحن اليوم من قرار مجلس النواب بسحب الثقة حيث كنا نعلم منذ أيام أن هناك لجان سيتم تشكيلها من أجل التحقيق مع السيد رئيس الوزراء عبد الهميد بيبة فيما يتعلق بالمخالفات التي قامت بها حكومة ذلة عملها السابق ولكن تفاجأنا اليوم بسحب الثقة يعني الجلسة لم تكن معلنة جلسة كانت مغلقة تحدثوا عن أن هناك 89 نائب قاموا به سحب الثقة وخرجوا نواب علينا من جهات أخرى وقالوا إن هذا العدد غير صحيح هناك تشكيك برلماني داخل أعضاء مجلس نواب أنفسهم فيما يتعلق بعملية فرز الأصوات ولكن الجدل القائم الآن يعني أنت تعلم جيدا أن حكومة الوحدة الوطنية لم تأتي من إرادة وطنية ليبية حقيقية وإنما أتت بها بعثة الأمم المتحدة عن طريق الحوار لذلك منحت الحكومة الثقة من مجلس نواب ولكن مجلس نواب لم يكن هو الذي اختار هذه الحكومة لذلك نرى أن القرار الذي أقدم عليه مجلس نواب اليوم في اعتقادي أنه لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به لأنهم قالوا بعد هذا القرار أن هذه الحكومة ستكون حكومة تسير أعمال إلى 24 ديسمبر كذلك ما ورد في بيان البعثة الأممية عندما قالت أن هذه الحكومة هي حكومة شرعية وهي الحكومة الوحيدة إلى 24 ديسمبر دكتور حسين ما الفائدة من هذه الخطوة طالما أنها ستنظم الانتخابات وطالما أن البعثة الأممية تقول أنها شرعية يعني ما فائدة اتخاذ قرار أجوف كهذا إن صح التعبير والله نحن أنفسنا لا نعرف ما الفائدة من ذلك نحن نحترم إرادة مجلس نواب باعتباره والصدى الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا حتى وين انتهت مدته وقام بتمديد نفسه يعني كان من حقه عندما أضى الثقة كان من حقه أن يستجود بهذه الحكومة أن يحقق مع هذه الحكومة أن يستبعد وزيرا تحوم حوله الشبهات ولكن أن ينسف حكومة بأكملها في اعتقادي أن هذا القرار جاء متسرع من مجلس النواب أضف إلى ذلك أن هناك مناكفات بين الحكومة ومجلس النواب منذ إعطائها الثقة إلى يومنا هذا لم يتم احتماد ميزانية عامة للبلاد وأن سيد بيبا وضع يده في يد الصديق الكبير وكذلك رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس وقام بصرف أكثر من 46 مليار يعني لا نعلم أين ذهبت هذه الأموال حقيقة النواب أنفسهم منقسمون حول هذه الحكومة هناك مؤيد وهناك معارض ولكن في هذا التوقيت بالذات هذا التوقيت الحساس وأنت تعرف جيدا أن الحكومة لا يزال على بقاء سوى 90 يوما هل مجلس النواب يريد أن يحدث بلبلة أو يريد أن يحدث انقسام آخر أو يريد أن يحدث عثرات لكي لا نذهب إلى الانتخابات القادمة مع أن المجتمع الدولي كله مصر على أن يكون 24 ديسمبر هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة أستاذ محمد شبار برعيك كيف تنظر لخطوة مجلس النواب هل بالفعل كما يطرح السؤال دكتور رحسين أن مجلس النواب يريد أن يحدث بلبلة أم أن هذا الإجراء عادي تقوم به كل برلمانات العالم وبالتالي هذا دور رقابة على الحكومة التي تصرف وتهدر المال العام ليس إلا ما رأيك؟ بداية تحية طيبة لك وليضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين طبعا هذه الخطوة بالتأكيد ستربك المشهد وهي بمثابة العودة إلى المربع الأول من جديد هذا من جانب من جانب آخر بالتأكيد الحكومة انحرفت كثيرا عن اختصاصاتها التي تم التوافق عليها في ملطقة الحوار السياسي الليبي بمعنى آخر أن هذه الحكومة لم تنفذ مخرجات ملطقة الحوار السياسي وكان الهدف الرئيسي من هذه الحكومة هو التمهيد لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم من جانب آخر أيضا المجلس النواب وقع أيضا في أخطاء كثيرة وجسيمة أيضا في حق ليبيا كوطن مجلس النواب هو من جلب القوات الروسية إلى ليبيا هذا أصبح واضح ومدون في معظم تقارير خبراء بعثة الأمم المتحدة وأيضا خبراء مجلس الأمن الدولي أعتقد أن هذه الخطوة ستربك المشهد بشكل واضح وكبير وأيضا إذا ما تحدثنا عن أن ليبيا تصنفها المجموعة الدولية أنها دولة محتلة في الشرق الليبي نجد القوات الروسية وفي الغرب الليبي القوات التركية نهيك عن المتمردين التشاديين اليوم الذين يحتلون مساحات شاسعة من الجنوب الليبي وبالتالي أعتقد أن المشهد الأمني مربك بشكل كبير وأخفقت كل الأجسام التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي في التمهيد لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ولعل مسألة سحب الثقة من الحكومة هي الأخرى تزيد من الصعوبات والتحديات هو أستاذ محمد كما ذكر مجلس النواب والمتحدث باسمه أن مسألة سحب الثقة لن تؤثر على تنظيم الحكومة لهذه الانتخابات وبالتالي لا مشكلة في إجراءها في موعدها المحدد كيف تنظر أنت إلى سحب الثقة فقط لكي لا تكون الحكومة مسؤولة على توقيع اتفاقيات وما إلى ذلك أما بالنسبة للانتخابات ستستمر في هذا الموضوع بالتأكيد مسألة التوقيع على الاتفاقيات وإبرام العقود هذا ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اختصاصاتها الوحيدة هو مسألة التمهيد لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم مسألة وكما ذكرت البعتة اليوم في بيان يتعلق بأن هذه الحكومة ستستمر كحكومة تصريف أعمال إلى الرابع والعشرين من ديسمبر القادم بالتأكيد لأن هذه الحكومة نعلم جيدا بأن هذه الحكومة جاءت عن طريق مسارات سياسية ومفاوضات وأيضا اتفاقات بين الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة أضف إلى ذلك أن هذه المخرجات كانت مدعومة ومدعومة أيضا من المجتمع الدولي باعتبار أن ليبيا إلى حد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع ولكن أعتقد أن جدية المجتمع الدولي في خلق استقرار في ليبيا جاء بشكل واضح وكبير من خلال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن الماضية الذي ذكر بالحرف الواحد أنه بالفعل قد حان الوقت لتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمسألة فرض السيادة وعودة سيادة دولة ليبيا وأيضا وضع حل جدري للأزمة السياسية في ليبيا دكتور حسين مع أبرز تكهنات حول مستقبل المرحلة الانتقالية المرحلة المقبلة كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع الجديد وهو سحب الثقة منها سيد الكريم إذا تعلم جيد أنت بدأت المناكفات الآن بين رئيس الحكومة وأعظام مجلس النواب اليوم رئيس الحكومة في ميدان العاصمة الليبية طرابلوس وسط المدينة أو ميدان الشهداء صرح تصريحات خطيرة جدا قال نحن سنسقط البرلمان وشن الهجوم على أعظام مجلس النواب وإلا فئة قليلة قال أنهم وصفهم بالوطنيون ووصفهم أنهم يقفون بجانب الحكومة رئيس الحكومة لن يعير اهتمام لما صدر اليوم من مجلس النواب ولن يحضر إلى مجلس النواب مرة أخرى وهو سيقبع في طرابلس وستكون حكومة الأمر الواقع أضف إلى ذلك أن بيان البحثة الأممية يدعمه بقوة نهيك عن مصدر الأموال هو مصرف ليبيا المركزي ومصرف ليبيا المركزي موجود في اتفاق وفي علاقة طيبة بين عبد الحميد بيبة وكذلك مصرف ليبيا المركزي لن يعير اهتمام عبد الحميد بيبة خطابه اليوم كان خطاب ناري كنت أتمنى أن يحدث نوع من التادية وأن يفتح باب الحوار بينه وبين مجلس النواب وكي نتجنب الوقوع في أي منزلقات قد تؤدي بنا إلى عدم الذهاب إلى 24 ديسمبر ولكنه باق وقالها صراحة ودع الشعب الليبي إلى الخروج إلى الشوارع والميادين لكي يقولوا كلمتهم لذلك لا ننتظر أن تكون هناك مواءمة حقية بين حكومة البيبة وكذلك أعضاء مجلس النواب وسيسير عبد الحميد البيبة في عمله الأموال بجانبه وسيوقع الاتفاقيات إلى 24 ديسمبر إن حدثت انتخابات وشكلت حكومة جديدة سيبقى هو رابط في هذه الحكومة ممكن ثلاث أشهر أخرى وسيطلق العنان سيد عبد الحميد البيبة دون الرجوع مرة أخرى إلى البرلمان ولا نعلم ما الذي سيقدم عليه البرلمان من خطوة أخرى نهيك أن المجلس النواب الآن يقول بأن هذه الحكومة هي حكومة تسير عمل منذ يومها الأول إلى هذه اللحظة لا زالت حكومة البيبة هي حكومة تسير أعمال لأنها لم تحدد لها الميزانية من موازن العامة للدولة ولم يتم الاتفاق عليها وعبد الحميد البيبة ذائب في الصرف ذائب في الصرف مع محافظة مصر في ميبيا مركز هذه نقطة واضحة حدر من الأموال الليبية يقارب عن 6 مليار الوقت يشرف على الانتهاء واسمح لي على المقاطع لأن أستاذ محمد في أقل من دقيقة نتحدث عن مصير هذه الحكومة كيف ستتعامل الآن الحديث على أنه استنهاض شارع مقابل شارع إلى أين سيؤدي بليبيا برأيك في ظل انتخابات مرتقبة الملف الليبي أعتقد أنه تجاوز كل المؤسسات الليبية تجاوز الليبيين الملف الليبي أصبح ملف دولي بامتياز ليبيا تحت طائلة الفصل السابع وبالتالي نحن كمبادرة قوى الوطنية الليبية نترقب الحقيقة تدخل من المجتمع الدولي لفرض سيادة الدولة الليبية ولفرض الأمن وجمع السلاح وكذلك أيضا وضع حل جدلي للأزمة السياسية في ليبيا لا أعتقد أن هناك دول إقليمية ولا دول عربية ولا حتى المؤسسات الليبية اليوم تستطيع أن تحرك أي شيء في الملف الليبي باعتبار أن ليبيا تحت طائلة الفصل السابع أضف إلى ذلك أن هناك جدية من المجتمع الدولي على رأس الإدارة الأمريكية في مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن خصوصا تلك التي صدرت تحت طائلة الفصل السابع شكرا جزيلا لك أستاذ محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية كنت معنا من ترابلس أشكر دكتور حسين الشارف الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من بنغازي شكرا لك